أطلب التصويت عليها حزمة واحدة ما أشكل مجلس النواب لجنة تحقيقية لدراسة ملف العلاقات العراقية القطرية وطبيعة اللقاءة المنعقدة المعلنة وغير المعلنة حتى تلاشت الأصوات التي كانت تنادي بإقالة رئيس السلطة التشريعية من منصبه بعد مشاركته في مؤتمر الدوحة التي لم يعد لها أي وجود الآن نحن نستوضح من الجهات التي حضرت المؤتمر ومن ضمنهم السيد رئيس مجلس النواب وتم استيضاح من رئيس مجلس النواب بأنه ما در في داخل المؤتمر وحيثيات المؤتمر وقسرت هناك قناعة بعدم جدوى أنه استجواب السيد رئيس مجلس النواب فيما يرى البعض أن المتغيرات الأمنية التي تشهدها الساحة العراقية لا تسمح بإقالة أو استجواب سليم الجبوري وبالتالي أصبحت من الماضي موضوع الآن ألغيت لا يوجد هناك حقيقة طلب بسبب وضع الحقيقة القلق لمرض العراق وأيضا ربما هناك بعض المتغيرات التي ظهرت على السطح اللي ربما أدى بالكثير من عدم التركيز والمطالبة بموضوع إقالة سيد جبوري وأعتقد أنه أصبح الموضوع في طاب الماضي الاجتماعات المكررة التي عقدها الجبوري مع مختلف الأطراف عقب زيارته لقطر والتي أكد خلالها عدم مشاركته في مؤتمر الدوحة خلقت حالة من الهدوء السياسي والذي أثمر عن تريثي في طلبات الإقالة لا أتصور ستكون هناك نوع من إثارة الموضوع ثانية في هذا المجال ويبدو أن التفاهمات التي توصلت إليها الكتل السياسية كشفت وجود ممثل حكومي كان حاضرا في مؤتمر الدوحة ما يعني ولادة أزمة سياسية ستظهر من جديد وستثار في استضافة العباد المرتقبة في جلسة ما بعد العيد من بغداد محمد صباح المدى